اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي في فيديو النهاردة هنعمل شكل كتير لزينة رمضان بالصورة برضو هنستخدم فيها البرويز خشب رس مش هنعمله فانوس الماروزي هنطبعت البرويز وطبعت عليه شكل من وراء صورة رمضان الكوستر ده مقاس 20 عملته ب20 جنيه وطبعتها وراه صورة منكية لشكل رمضان لزينة رمضان وكده هنعمله مع بعض النهاردة برويز بطريقة سهلة وبسيطة وشكل جديد هستخدم خيط الايطان او خيط السلسلة هستخدم مع الخيط ده إبرا مقاس خمسة احنا عندنا هنه هنعد الخروم واحد اتنين واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوشر اتنوشر تلاتوشر اربعتوشر خمستوشر ستوشر سبعة عشر تمنتوشر تسعة عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين علشان على الاساس ده هنقسم الغرز اللي احنا هنعملها. يبقى هنا معينا اثنين وتلاتين غرزة. اول سطر عادي هنمشي غرز حشو. انما السطر التاني هو اللي هنقسم على اساسه الغرزة. هدخل بالابرة كده هنا. هرفض الخيط كده على الابرة. نجيب الخيط على الابرة بالشكل ده كده. واعمل غرزة الحشو تكون طايرة. هدخل جوه الفراغ ده. واسحب الخيط وباشتغل غرزة حشو عادية. عشان يبقى معي الشغل مزبوط دي كده هتكون معي اول غرزة حشو. في نفس المكان هشتغل غرزة حشو. كده معي غرزتين حشو في نفس المكان. في كل فراغ من الفراغ اللي موجود معي. انا وضع الخيط اهو معي من وراء. الخيط الزيادة. كل فراغ من الفراغ اللي موجود معي ده هدخل فيه. وباشتغل فيه اتنين حشو. في نفس المكان بادخل واشتغل كمان واحدة. وبالفراغ اللي بعديه برضو هدخل فيه واشتغل اتنين حشو. هكمل كده بنفس الطريقة ان انا هدخل في كل فراغ من الفراغ اللي موجود معي على الكوستر. وهشتغل فيه اتنين حشو. هكمل بنفس الطريقة اللي حدي ما وصل للنهاية. وهرجع لكو تاني. اشتغلت بنفس الطريقة. وعملت في في كل فراغ اتنين حشو. هروح عند اول غرزة حشو. اشتغلتها. وهسحب الخيط واشتغل المنزلقة. بالشكل ده كده. انا هنا معي اتنين و تلاتين غرزة حشو. فالغرز معي هتكون متأسمة على الاربعة. فالتفع تلاتة سلسلة. في نفس المكان اللي اشتغلت منه تلاتة سلسلة. هدخل واشتغل كمان غرزة عمود بلفة. الشكل ده كده. بعد كده هشتغل اربعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهنزل عندي غرز الحشو تحت. واسيب غرزة. اتنين. تلاتة. وهدخل في الغرزة الربعة. وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وفي نفس المكان برضو هدخل واشتغل كمان غرزة عمود بلفة. وبعد كده باشتغل اربعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبسيب غرزة اتنين. تلاتة. وبدخل في الغرزة الربعة. وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة. في نفس المكان برضو. اشتغل كمان غرزة عمود بلفة. انا مسلا لو الكستر اللي عندي. مسلا فيه تلاتين فراغ على حسب المقاس اللي انا عمله. ممكن نقسم على الخمسة. يعني يقسم العدد على الخمسة بدل اربعة يكون خمسة. باشتغل برضو اتنين عمود بلفة في نفس المكان. وبعد كده بدل اربعة سلسلة. باشتغل خمسة سلسلة. بسيب اربع غرز من تحت وبدخل في الغرزة الخمسة. انا بقسم الغرزة بتاعتي على حسب الفراغات اللي عندي. عشان عندي اتنين وتلاتين. فقسمت على الاربعة. بعد ما اشتغلت غرزة عمود بلفة في نفس المكان. بارتفع اربعة سلسلة. وبالف الخيط على الابرة. وبنزل عند غرز الحشو بسيب غرزة اتنين تلاتة. وبدخل في الغرزة الرابعة. وباشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وفي نفس المكان باشتغل غرزة عمود بلفة. وبنزل عند غرزة الحشو تحت بسيب غرزة اتنين تلاتة. وبدخل في الغرزة الرابعة. باشتغل فيها غرزة عمود بلفة. وفي نفس المكان باشتغل كمان غرزة عمود بلفة. ده كده السطر التاني من الشكل اللي انا هعمله للبرويس. هكمل كده بنفس الطريقة. وارجعلكو تاني لحد ما اوصل الى هنا. وارجعلكو وقولكو هنشتغل السطر التالت والاخير الزل. واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. واخر غرزة وارتفع اربع سلسلة. هلف واسيب غرزة اتنين تلاتة. وهنا هروح عند الثالث سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اللي هما الثلاثة سلسل الارتفاع. وهشتغل فيها غرزة منزلقة. يكون معي بالشكل ده كده. ده تاني سطر. هنتقل للسطر اللي بعد كده. هلف الخيط هروح هنا عند اول غرزة. وهشتغل فيها غرزة عمود. هفتفع تلاتة سلسلة الاول. والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل. هلف الخيط على الابرة. وهروح لفراغر الاربع سلسلة. وهشتغل فيه اربع غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد كده هشتغل غرزة بكو. بارتفع تلاتة سلسلة. وهنا باجي عند الفتلتين دولي. وبشتغل غرزة حشو. وبعد كده بكامل في نفس الفراغ اربعة غرزة عمود بلفة. كده واحد. اتنين. تلاتة. كده اربعة. يبقى انا اشتغلت هنا بعد ما ارتفعت تلاتة سلسلة. واشتغلت فوق العمود التاني عمود. اشتغلت في فراغ الاربع سلسلة. اربعة غرزة عمود بلفة. غرزة بكو. اربعة غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. دلوقتي انا عندي هنا العمودين. العمود الاول والعمود التاني هلف الخيط على الابرة. وهدخل من تحت العمود التاني بالابرة بالشكل ده كده. وهشتغل خمسة غرزة عمود بلفة. كده اول عمود. بندخل من تحت العمود ونطلع كده. نخلي العمود فوق الابرة. كده تاني عمود. كده تالت عمود. كده تالت. اشتغل الرابع. كده اربعة. اعمل كمان واحد يبقى خمسة. بنخلي العمود فوق الابرة. كده انا اشتغلت فوق العمود التاني. هلف الشغل بتاعي بالشكل ده كده. هيكون هنا معي العمود الاول. اهو. هدخل برضو تحتي. هخلي العمود فوق الابرة. وهشتغل برضو خمسة غرزة عمود بلفة. واحد. بنخلي العمود فوق الابرة. كده اتنين. كده تلاتة. كده اربعة. كده خمسة. وبالف الشغل تاني عادي. كده اتكونت معي اول صدفة كاملة اهي. هلف الخيط على الابرة. وبروح اندل اربعة عمود اللي هما الاربعة سلسلة دولي. وبردو بشتغل جواهم اربعة غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. كده اربعة. بعد كده بشتغل غرزة بيكو بارتفع تلاتة سلسلة. وبنزل عند الفتلتين اللي تحت هنا. وبشتغل غرزة حشو. وبعد كده بشتغل اربعة غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. اللي هو فراغ الاربعة سلسلة. كده واحد. كده اتنين. كده تلاتة. كده اربعة. طبعا في الاخر بنزبط الاطار بتاع البرويس. هو بيكون معيه كله بالشكل ده كده. شكله جميل وجديد. بيدي شكل جميل قوي لما يخلص. هيقبل لي العمودين. بلف الخيط على الابرة وبمسك العمود الثاني. بسيب العمود الاول دلوقتي وبدخل في تحت العمود الثاني. بخلي العمود الثاني فوق الابرة. وبشتغل خمسة غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. كده خمسة. بلف كده الشغل بتاعي. البرويس اللي انا بعمله. بروح عند العمود الاوليني. اهو. برضو بشتغل في نفس الطريقة. خمسة غرزة عمود بلفة. بمسك العمود. وبخليه فوق الابرة. وبشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفة. كده واحد. كده اتنين. كده تلاتة. كده اربعة. كده انا اشتغلت اربعة. كده ده الخامس. وبعدل الشغل تاني. وبروح عند فراغ الاربع سلسلة. واكرر اللي انا بشتغله. ان انا بشتغل اربعة غرزة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعد كده بشتغل تلاتة سلسلة. واحد اتنين ثلاثة. بعمل غرزة بكو. وبشتغل حشو اهو في غرزة البكو وبعد كده بشتغل اربع غرزة عمود بلفه في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة اربعة بيقابلني العمودين بدخل في تاني عمود وبشتغل فيه خمسة غرزة عمود بلفه واحد اتنين تلاتة اربعة كده خمسة وبندور الشغل عشان نوصل للعمود الاوليني وبشتغل برضو تحتيه بخلي العمود فوق الابرة وبشتغل برضو خمسة غرزة عمود بلفه واحد اتنين تلاتة كده اربعة كده خمسة وبعد كده بلفو وبشتغل في فراغ الاربع سلسلة ده بعمل فيه اربعة عمود بلفه غرزة بكو اربعة عمود بلفه في نفس المكان وبروح عند الاتنين عمود بشتغل في تحت تاني عمود الاول خمسة غرزة عمود بلفه وباليف الشغل عشان اوصل لأول عمود بشتغل برضو بخليه تحت الابرة وبشتغل تحت خمسة غرزة عمود بلفه هكمل كده شغل بنفس الطريقة لحد ما وصل للنهاية وهرجع لكم تاني واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور واشتغلت اخر غرزة صدفة هفوت العمودين اللي انا ارتفعتهم اللي هو الثلاث سلاسل اللي انا ارتفعتهم في بداية الدور ده مع العمود الثاني وهروح عند اول عمود بلفه من الاربع عمودة اللي انا اشتغلتهم وادخل فيه وهاشتغل غرزة منزلقة هرتفع السلسلة اثابت بيها الشغل الخيط ده بنقصه بالولاعة مش بالمقص والخيط ده هدخله في الشغل من وراء هدخله عشوائي في الغرز من وراء هيكون معيه بالشكل ده كده امالنا كده اطار لبرز ممكن نستخدمه في رمضان للزينة هيكون شكله جميل قوي ان احنا نتبع ممكن نتبع الهلال والنجمع مع الصورة وفانوس او ممكن نتبع الشكل ده الرمضان هيدينا شكل جديد شكله جميل قوي لما تعلق كده وصلنا للشكل النهائي للبرز شكله جميل والاطار بتاعه مميز لو عجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اشتركوا في القناة